ترأس معالي سيد علي بن صالح أصالح رئيس مجلس الشورى الجلسة الإجرائية الأولى في دور الأنقاد الأول من الفصل التشريعي السادس والتي عقدت يوم أمس بحضور عدد من أصحاب السعادة الوزراء وفي بداية الجلسة أدى معالي رئيس المجلس وأصحاب السعادة عضاء مجلس الشورى اليمين الدستورية بعدها ألقى معالي السيد علي بن صالح الصالح كلمة أكد فيها أن المسيرة الديمقراطية والتشريعية تحظى بدعم ومساندة من لدن المقام السامي لملك البلاد المعظم وتستنير بتوجيهات جلالته السامية لتعميق الإنجازات التشريعية التي تخدم الوطن والمواطنين ورفع معالي باسمه ونيابة عن أصحاب السعادة عضاء مجلس الشورى أسماء آيات الشكر والعرفان إلى المقام السامي لعاهل البلاد المعظم على تفضل جلالته بافتتاح دور الإنعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السادس كما أعرب معالي عن عظيم الاعتزاز والتغدير للثقة الملكية السامية بتكليف معالي وعضاء المجلس بحمل أمانة مسئولية تمثيل شعب البحرين الكريم إلى جانب أعضاء مجلس النواب ثم تمت تزكية سعادة السيد جمال محمد فخرو لمنصب النائب الأول لرئيس مجلس الشورى وسعادة الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل لمنصب النائب الثاني لرئيس المجلس مجلس 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 شكرا